السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بحضراتكم في فيديو جديد في عالم الموبايلات يارب دايما تكونوا خير وصحة وسعادة ان شاء الله في الفيديو ده هتكلم عن موبايل جديد من سامسونج ضمن الفئة السعرية الاقتصادية هتكلم عن الجالاكسي اي زرو فور اتكلمت في فيديو قبل كده عن الجالاكسي اي زرو فور اس لو انتوا حابين تاخدوا فكرة عن الموبايل اللينك هتلاقوه في خانة الوصف اسفل الفيديو وعلشان ما طولش عليكم يلا بينا ندخل في كل التفاصيل علشان نعرف اكتر عن الجالاكسي اي زرو فور اهلا بحضراتكم من جديد في عالم الموبايلات كعادة بداية اي فيديو ببدأ بالمواصفات العادية وقبل ما اتكلم في المواصفات العادية بطلب من اخواتي وحبابي دعم الفيديو بلايك علشان الفيديو وصل لعدد اكبر من المشاهدين وكمان اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس لو انتوا بتتفرجوا من على اليوتيوب اما لو بتتتفرجوا من على الفيسبوك اعملوا متابعة للصفحة وطبع اللايك للفيديو ويلا بينا نعرف المواصفات العادية اللي موجودة في الجالاكسي اي زرو فور واولا التصميم الموبايل مصنوع من خامات بلاسيكية بالكامل سواء الظهر او الاطار الجانبي اما الواجهة الامامية مصنوعة من الازاز اما ابعاد الموبايل الطول 164.4 ميلي والعرض 76.3 ميلي والسمك 9.1 ميلي الموبايل هيكون تخين شوية اما الوزن 192 جرام برضو هيكون تقيل شوية علشان كده هتاخد وقت على ما تتعود على التقل والتخانف ايدك طبعا الموبايل بيدعم شرحتين اتصال فور جي وبيدعم تركيب كارت مومري والموبايل بيدعم بصمة الوجه بس ما بيدعمش للأسف بصمة الاصبع وبيدعم مدخل سماعات الاذن سماعات الهندي فري وبيدعم خاصية الوتو جي لنقل الملفات عن طريق فلاشة خارجية وبيدعم محرر الصور والفيديو والمستندات وبيدعم خاصية الدول بأتموس ودي خاصية لتحسين الصوت وكمان الموبايل بيدعم تشغيل الصوت والفيديو بصيغ متعددة وبيدعم مقياس التصارع والتقارب وللأسف مش بيدعم البصلة ولا البصمة زي ما قلت اما النظام تشغيل الجالكسي اي زرو فور اندريد تويلف مع وجهة وان يو اي كور فور بوينت وين احدث اصدار دي المواصفات العادية اللي موجودة في الجالكسي اي زرو فور نيجي بقى للمواصفات الرئيسية واللي من خلالها بتكرر هتشتري الموبايل ولا لا والبداية مع الشاشة واللي بتكون من نوع الاي بي اس سي لسي دي بحجم ستة ونص بوصة بجودة الاتش دي بلس بدقة سبعمائة وعشرين بيكسل في الف وستمائة بيكسل وكثافة بيكسلات متين وسبين بيكسل لكل بوصة ونسبة الطولة للعرض عشرين الى تسعة والشاشة بتدعم الوضع الليلي ووضع حماية العين بالارقام الشاشة اقتصادية وحتقدم اداء كويس في التصفح في الانترنت او مشاهدة الفيديوهات او الصور اما الالعاب التقيلة الشاشة هتكون ضعيفة جدا اما مساحة تخزين الجالكسي ازرو فور رام 3 جيجا وذاكرة تخزين 32 جيجا بيط ورام 4 جيجا وذاكرة تخزين 64 جيجا بيط ومن المحتمل وجود نسخة ثالثة رام 4 جيجا وذاكرة تخزين 128 جيجا بيط والموبايل بيدعم تركيب كارت المومة للتزويد المساحة الخارجية ده بالنسبة لمساحة تخزين الموبايل نيجي بقى للأداء ونشوف المعالج كويس ولا لا المعالج من شركة ميديا تيك هيليو بي 35 ثمان النواة بدك التصنيع 12 نانو متر والمعالج الرسومي بار في ار جي اي 83 20 المعالج اتصادي وحيقدم أداء كويس جدا في التصفح في الانترنت او اي تصفح عادي مشاهدة الفيديوهات او الصور لالعاب الخفيفة الموبايل حيقد اداء كويس انما لالعاب التقيلة الموبايل حيكون ضعيف جدا وده للتوضيح نيجي بقى الكاميرات الجالاكسي اي 04 الكاميرا الامامية للأسف ضعيفة بدكة 5 ميجا بيكسل بس بتدعم الHDR وبتدعم تصوير الفيديوهات بجودة الHB بدكة 720 بيكسل بمعدل التقيلة 30 اطار في الثانية للأسف اداء الكاميرا الامامية هيكون ضعيف على قد جدا وطبعا ده امر عادي لان الموبايل اصلا اقتصادي اما عن الكاميرات الخلفية الموجودة في الجالاكسي اي 04 ثنائية مع فلاش ليد الكاميرا الاولى والاساسية بدكة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.8 اما الكاميرا الثانية بدكة 2 ميجا بيكسل وخاصة بالعزل والبرتري بفتحة عدسة 2.4 وطبعا الكاميرات بتدعم الHDR والبانوراما والمؤقت الذاتي واشارة الكاف وتصوير الفيديوهات بجودة الفول HD بدكة 1080 بيكسل بمعدل التقيلة 30 اطار في الثانية من اهم المميزات اللي موجودة في الجالاكسي اي 04 هي الكاميرات الخلفية اللي بتكون بدكة 50 ميجا بيكسل هتقدم اداء كويس من حيث الجودة او الالوان ده بالنسبة للكاميرات اللي موجودة في الجالاكسي اي 04 نيجي بقى للبطارية واللي بتكون عملاقة بساعة 5000 ميلي امبير هتدوم لوقت طويل في كل الاستخدامات ومنفذ الشحن طيب سي اما الوان الموبايل الاسود والاخدر والابيض والنحاسي دي بقى كل المواصفات اللي موجودة في الجالاكسي اي 04 نيجي المحتويات العلبة او فتح العلبة نشوف اي اللي موجود في العلبة بيكون موجود في العلبة الموبايل ورأس الشاحن وكابل يو سي بي ودبوس معدان الاستقراك شريح الاتصال ودليل البدء السريع وموجود جراب وشهادة الضمان مش بيكون موجود سماعات الاذن وده اصبح امر عادي بنشوفه في كل الشركات ده بالنسبة للمحتويات علبة الجالاكسي اي 04 تعال بقى اقول لك على خلاصة علشان تعرف اذا كان الموبايل كويس ولا لا اولا المميزات اللي موجودة في الجالاكسي اي 04 الكاميرا الخلفية بتكون بضقة 50 ميجا بيكسل فحتقدم اداء كويس جدا من حيث الجودة او العلوان وكمان البطارية عملاقة حتدوم لوقت طويل في كل الاستخدامات ودول اهم مستين موجودين في الموبايل انما المعالج حيقدم اداء كويس جدا في اي استخدام عادي انما الالعاب التقيلة زي بابج او كل اوف ديوتي او فري فاير حيقدم اداء متواضع جدا ضعيف جدا وده امر عادي لان الموبايل اصلا فئة اقتصادية دي المميزات اللي موجودة في الجالاكسي اي 04 نيجي للعيوب للأسف الموبايل ما بيدعمش بصمة الاصبع ولا بيدعم خاصية لان في سيل الدفع الالكتروني الزاكي وللأسف برضو الموبايل ما بيدعمش البصلة بشكل عام كده الموبايل اقتصادي وحيقدم اداء كويس جدا لو انت هتستخدم الموبايل استخدام عادي زي التصفح في الانترنت او التصفح في البرامج العادية انما الالعاب التقيلة منصحكش بالموبايل ده على الاطلاق لان اداءه على قده وطبعا ده امر عادي لان الموبايل ضمن الفئة السعرية الاقتصادية وانت مغمض كده اي موبايل فئة سعرية اقتصادية مش هيقدم اداء كويس في الالعاب التقيلة زي بوبجي او فريفير علشان تكون عارف وده من باب الامانة والتوضيح ده بالنسبة للخلاصة واللي من خلالها تعرف المميزات والعيوب وتعرف اذا كان الموبايل كويس ولا لا نيجي بقى لاخر حاجة وهي سعر الموبايل هقول السعر بالدولار في بعض البلدان العربية لو انت بتتفرج علي من اي بلد عربي وعايز تعرف سعر الموبايل بعملة بلدك سيبلي تعليق وحرد عليك فورا اولا النسخة الاولى رام 3 جيجا وذاكرة تخزين 32 جيجا بايت 123 دولار امريكي بالمصر حوالي 3000 جنيه وبالسعودي 410 ريال وفي الامارات 380 درهم اما سعر النسخة التانية رام 4 جيجا وذاكرة تخزين 64 جيجا بايت 143 دولار امريكي بالمصر حوالي 3500 جنيه وفي السعودية 560 ريال وفي الامارات 450 درهم دي اسعار الموبايل بالدولار وبالمصري وبالسعودي والاماراتي لو انت بتتفرج علي من اي بلد عربي وعايز تعرف سعر الموبايل بعملة بلدك سيبلي تعليق وحرد عليك فورا طبعا الموبايل لو نزل السقل مصري سعره وحيختلف تماما بسبب الازمة الاقتصادية اللي بنعيشها في مصر حاليا وارتفاع الاسعار بشكل موبايل فيه يا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم ودير تفيدكم بشكل كبير ما تبخلوش علي بالدعم اعملوا لايك للفيديو علشان يوصل لعدد اكبر من المشاهدين وكمان اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد فعالة من الموبايلات لو انتم بتتفرجوا من على اليوتيوب اما لو بتتفرجوا علي من على الفيسبوك اعملوا متابعة للصفحة واللايك للفيديو اشوفكم على خير في فيديو جديد سلام